اشتركوا في القناة التقدير والامتنان تصريح سموكم الكريم خلال اجتماع مجلس الوزراء الموقر برأستكم الكريمة حول اهمية الدور الذي تتولاه المبادرات الوطنية في مجال تنمية القطاع الزراعية الذين تشرفوا من متابعة اعمالها بتكليف سام من لدن سيد صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ويأتي من بين اهم نشاطاتها تنظيم معرض البحرين الدولي للحدائق بشكل سنوي لالقاء الضوء على تطوير الشأن الزراعي واوجه دعمه على المستويين العالمي والوطني كما نستذكر هنا وبكل الفخر جهود اجدادنا الكرام في وضع اللبنات الاولى لأسس التنمية الزراعية في المملكة وما تبع ذلك من رعاية مستمرة لوالد الجميع المغفور له بابن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة التي ما هدت الطريق لمواصلة تلك الجهود المضنية والبناء عليها مشيدين بهذا الخصوص بما تولونه سموكم من جهود كبيرة ومتابعة حثيثة لتنمية القطاع الزراعي وحرصكم على ان تشهد اعماله كل التسهيلات الممكنة وبما يجعل من التنمية الزراعية بمملكة البحرين مجالا واعدا من مجالات تنمية الاقتصاد الوطني واحدى محركاته الفاعلة وفي الختام نكرر شكرنا وتقديرنا لسموكم مؤكدين على حرصنا الدائم على ان تعمل المبادرات الوطنية التنموية في اطار من الشراكة الفاعلة وبما يدعم ويساند تحقيق الرؤية الملكية السامية لقائد مسيرة الخير والرخاء واتفضل سموكم بفائق التقدير والامتنان سبيك بنت ابراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رئيسة المجلس الاستشاريين مبادرات الوطنية لتنمية القطاع الزراعي